لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي السيد سامر خليوي سيد سامر المبعوثي للأمم الخاصة استبق هذه الجولة بالقول بأنه لا يتوقع معجزات لكن هل هذه العودة لهذه المشاورات بشأن الدستور بعد كل هذا الغياب طيلة الأشهر الماضية هل ربما تمهد الطريق نحو الوصول إلى أمر ما ملموس نعم في البداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين يعني كما تفضلت هذا صحيح وقال أننا لا نتوقع معجزات أو خرق في هذا الاجتماع ولكنه شدد أنه يريد أن يعمل على بناء الثقة ما بين وفدي الطرفين وأيضا على ملف هام جدا وهو موضوع المختطفين أو المعتقلين والذي لا يزال يراوح في محله والذي تم تسييسه مع كل أسف وإلى الآن لم يتم تحقيق أي إنجاز لنذكر أيضا ما هي الإنجازات التي حققتها هذه اللجنة فقط هو إنجاز واحد كما هو معلوم وهو تشكيل ما يسمى باللجنة المصغرة التي بلغ عدد أعضاءها 45 شخص وهي مناصفة من 15 أعضاء للنظام و15 للمعارضة و15 للمجتمع المدني وإذا عدنا للجولات السابقة وخاصة الجولة الماضية التي عقدت في نوفمبر نجد أنها لم تحقق شيء وكان هو معروف لماذا لم تحقق شيء وأصر وفد النظام على عدم بحث موضوع الدستور ولكنه كان يطالب ببحث ما سماه بركائز وطنية وهي الحديث عن الإرهاب والحديث عن الوحدة لأراضي السورية والحديث عن التدخل التركي وأيضا سمى نفسه أنه هو الوفد المدعوم من الحكومة حتى لا يكون هو وفد الحكومة وسمى وفد المعارضة أنه الوفد التركي ومنذ عدة أيام بشار الأسد في خطابه قال وبشكل واضح أن هذه اللجنة بما معناه أنها خزعبلات سياسية بأنه لا يعول عليها فمن هنا أنا لا أعتقد أنه كما قال بيدرسون سوف يكون هناك أي خرق خاصة أن طرفي المفاوضات لا يملكون من أمرهما شيء كما تعلم وفد النظام يأتمر من روسيا وإيران ووفد المعارضة يتبع لتركيا فهؤلاء لا يوجد ثقة فيما بينهم وليسوا أصحاب قرار حتى يتم اتخاذ أي قرار في هذه الاجتماعات التي تعقد الآن أو التي ستتعقد لاحقا المبعوث الأمريكي سيد سامر كان قال بأن بلاده تراقب هذه الجولة وسترى ما إذا كانت الحكومة السورية قد غيرت من مقارباتها بتصورك هذه العودة الأمريكية النشطة لهذا الملف وإلى جانب ملفات كثيرة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة هل يعطي عاملا جديدا لهذه المشاورات هل يرفع قليلا من منصوب التفاول يعني لا أعتقد لأنه كما تعلم أن بالنسبة لوفد النظام هو يتبع روسيا فإذا أرادت الولايات المتحدة أن تحرز تقدم في هذه الاجتماعات عليها أن تضغط أو تتفق مع روسيا فروسيا هي صاحبة القرار أيضا أضف إلى ذلك أن اليوم كان هناك غياب وهذه تحدث في مرات قليلة جدا للموقف الأوروبي الآن هو فقط يحضر الموقف الأمريكي أضف إلى ذلك أن ممثلين الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا سوف يكونون هناك في جينيف وبالحقيقة هم من سوف يقرر نتائج هذه الاجتماعات لأنه كما ذكرت لك من يجتمع الآن ومن يتفق وليس بصاحب قرار وأيضا بالنسبة للتواجد الأمريكي كما هو معلوم ذهب جيمس جيفري إلى أنقرة قبل أن يذهب إلى جينيف وأيضا كان هناك نائب وزير خارجية الأمريكي أيضا زار أنقرة كما هو أيضا معلوم هناك عدة ملفات ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة تنتظر فشل حقيقي لهذه الاجتماعات لأنه إلى الآن يتم تحقيق أي شيء حتى تقول أن روسيا فشلت بعد أن تعهدت بأن تقوم بإحراز تقدم في ما يسمى العملية السلمية وأيضا يكون هناك تحقيق لقرار مجلس الأمن الثنين خمسة أربعة لأنه إلى الآن لا يزال الأمور تقف عند ما يسمى اللجنة الدستورية وبعد أن تم التجاوز على قرار مجلس الأمن الثنين خمسة أربعة حيث كان ينص بالتراتب وليس بالتوازي ببحث الملفات أو السلال وهي عملية الانتقال السياسي ثم الدستور ثم الانتخابات ليقوم النظام بإضافة سلة رابعة وببحث موضوع اللجنة الدستورية خاصة أنه في العام المقبل وهذه إشارة مهمة بالنسبة لولايات المتحدة أنه في منتصف العام المقبل سوف يكون هناك انتخابات رئاسية فإذا لم يتم تحقيق أي شيء في اللجنة الدستورية فلا أعتقد أنه سوف يكون هناك أي قيمة للانتخابات الرئاسية في منتصف العام القادم لكن سيد سامر وأخيرا في ظل هذه التوقعات المتواضعة إذا إمكانية الوصول لاختراق حقيقي في هذا المسار هل انعقاد هذه الجولات يظل أفضل من الغياب والجمود الذي سات طيلة الأشهر الماضية؟ سؤالك هام للغاية ما تريده روسيا وإيران بشكل خاص أن تقول للولايات المتحدة والعالم أننا نحن نضمن بالعمل على الحل السياسي في سوريا ونحن نسير في هذا الاتجاه ولكن بالمقابل هناك مماطلة وعدم تحقيق أي إنجاز حتى يتم الوصول إلى العام القادم وجراء الانتخابات الرئاسية وممكن أن تقوم روسيا وإيران بالتجديد لبشار الأسد وإعادة انتخاب بشار الأسد فمن هنا يتم الالتفاف على القرارات الدولية حتى لا يقال أن روسيا فشلت في هذه العملية ويتم نقل الملفات من روسيا وإيران وتركيا إلى الأمم المتحدة وعودتها إلى الأمم المتحدة نتذكر أن مندوبة الولايات المتحدة قالت في أكثر من مرة أن هذه اللجنة قد فشلت وأن روسيا فشلت ويجب العودة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة فمن هنا روسيا وإيران يريد أن يماطلوا فيما يسمى بالعملية السياسية والحل السياسي واللجنة الدستورية وفي المقابل هناك من يتربصهم حتى يقول أن هؤلاء فشلوا ويجب العودة الآن إلى الأمم المتحدة كما ذكرت لك لا أحد يريد أن يقول أننا فشلنا سواء تتذكر ديمستورا عندما كان يتحدث أكثر من مرة وأنه يريد أن يحرص تقدم وطولات هذه السنوات لم يقوم بإحراز أي تقدم ليخلفه بيدرسون ويكذر نفس الشيء عندما أيضا قال في حاطته لمجلس الأمن أن العملية طويلة جدا ومعقدة هذا يعني أننا سوف نبقى على مدة طويلة وقد لا يكون هناك تحقيق أي شيء فقط ليقول أن هناك اجتماعات وهناك محاولات للوصول إلى الحل السياسي شكرا شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من لندن سيد سامر إخليوي المحلل السياسي